سلام الله عليكم ازايكم يا شباب عاملين ايه؟ معكم عبداللطيف سعيد مهاردة ان شاء الله ده هيكون اول فيديو من فيديو كورس الربح من الانترنت او العمل على الانترنت وده ان شاء الله الكورس ده هشرح فيه كل حاجة متعلقة بالعمل على الانترنت وان ازاي تقدر يعني تبتدي مشروعك. في البداية طبعا نزلت مقدمة الخاصة بالفيديو ده تمام? اتمنى ان اتا ترجع لها تلاقي عندك ظهر في البطاقة اللي فوق دي. فالمؤادمة دي مهمة جدا عشان تعرف ان ان شاء الله الكورس ده هيتكلم عن ايه? عشان برضه تبقى في الصورة. اه وقبل ايه شيء اتمنى ان انت ما تستساش تشتريك في القناة وتفعل الجرس لو انت اول مرة تشوف القناة بتاعتي اشتريك في القناة وفعل الجرس عشان دايما ان يسعر لك اشعار من انا نزلت فيديو عن الكورس ده. بقى انا برضو ما تستساش تعمل لايك للفيديو. هكون سعيد جدا لكم. هكون سعيد جدا يعني باللي انت عملت لايك. تمام. نيجي الاول حاجة خالص واللي هو في اللي احنا هنتكلم عنه في الفيديو ده واللي هو ان انت ازاي تقدر تعمل مدونة. اللي هو المدونة بقى احنا من خلالها هنبني طريق او هنبني الاساس اللي احنا من خلالها هنقدر نشتغل على الانترنت. واول حاجة لازم تفهم ان ان انت تنشئ مدونة مش بالسهولة دي او انت تنشئ موقع مش بالسهولة دي. في اساسيات لازم تعرفها على اساس ان ان انت من خلاله تقدر تبني الموقع ده. هتقول لي انت ممكن تقدر تدخل على بلوجر او ورد بريس وتعمل موقع على طول. اه بس في حاجات او في عوامل مهمة لازم انت تفهمها في البداية. واللي هو حاجة اسمها تعمل لنفسك برند اسم علشي. اللي هو انت متقدر تعمل لنفسك اسم. اول حاجة ان انت ازاي تقدر تختار اسم المدونة. انا لو انا قلت لك انت تقدر تدخل تعمل مدونة ده على طول هتقدر تدخل ان انت تخش على وتعمل مدونة على طول. لا. انت في الاساس لازم تفكر المدونة بتاعتك هتكون عن ايه? او الموقع بتاعك هيكون عن ايه? والاسم المتعلق به? يعني مثلا انت هتعمل مدونة عن الرياضة يبقى تختار اسم كويس ومناسب للرياضة. هتعمل مدونة مثلا عن كزا هتختار اسم كويس ومناسب لكزا. فانت اول حاجة تفكر فيها وتقعد كده مع نفسك وتفكر فيها ان ان انت هتعمل مدونة بالمحتوى كزا او مدونة متعلقة بالمحتوى كزا وتكون بتستهدف فقط الشيء ده. مش اي شيء تاني. يعني مثلا كمثال. انا هعمل مدونة متعلقة بالتقنية. لانني معندش اي وفكار تانية. فهعمل مدونة متعلقة بالتقنية او بالتكنولوجيا بشكل عام. فيبقة انا كده هختار اسم ممتعلق بالتكنولوجيا. تمام? يبقى انا اختار اسم بقنيج دلوقتي نبحث علي اسمي. حاول ان انت متختارش اسم موجود قبل كده. يعني كمثال. لو انت جد دلوقتي تعمل مدونة علىن انت اول حاجة هتعملها هتختار اسم المحترف تمام وبعد كده تكريم مثلا انت من اللبناني المحترف اللبناني مثلا اول محترف الليبي الليبي مثلا هتلاقي عندك المحترف الليبي اما هتحصل المحترف الجزائري طب ايه يجد عنده مليون واحد اسمه المحترف الجزائري زي ما انت شايف عندك المحترف المجربي مليون واحد اسمه المحترف المجربي طب انت ضفت ايه جدي ايه الاسم او ايه بتاعك اللي انت هتعمله الاسم اللي هيبقى معروف بالنسبة للناس. لو انا قلت المحترف المغاربي الواحد مليون واحد هيكون اسمه المحتلف المغاربي. اني واحد في هم. محترف الجزائر برضو اني واحد فيهم. فابعدوا خالص عن الاسماء المقلدة والاسماء اللي بتشبه بناس تانية دي انسوها خالص ونركز في اسم مختلف. زي اسم كريزي نت مسلا كمسلا. اسم كريزي نت لو انت جيت بحثت عنه. تمام? هتلاقي كريزي مان كريزي بورجر كريزي مش عارف ايه. بس انه انت جيت على كريزي نت كريزي نت. في اي حاجة تانية باسم كريزي نت? لا. او مدونتي فقط. فانت ما تستخدمش اسم تريند او ما تستخدمش اسم معروف. استخدم اسم جديد. اقعد فكر مع وقتك كده اقعد فكر في اسم مفيش اي مدونة استخدمته بعد كده. اه اه قبل كده. تمام? وده اكبر دليل ساعة اما انا ببحث على كريزي نت هتلاقي عندي كريزي نت كريزي نت يوتيوب كريزي نت فور اندرويد اللي هو بتاعي التطبيق اللي انا عملته. كافة فيديوهات اللي هي الخاصة بالقناة على اليوتيوب زي ما انتم شايفين. هلاقي عندي اللي هو كريزي نت صفحة الرئيسية لو انا جيت فتحت هلاقي المدونة بتاعتي او الصفحة بتاعتي. تمام? اللي هو كريزي نت. هتلاقي عندك حاجة كتير جدا تويتر وخلافه من الحاجات التانية. اقعد فكر واختار وما تلاقيش الاسم اه موجود يعني او معي يعني عشان انت ما تلاقيش الاسم اه منتشر. تمام? تانية حاجة. تحطها في اعتبارك. انت هتختار منصة ايه? يعني زي ما احنا قلنا في البداية ان انت هتختار المحتوى اللي انت هتشتغل عليه ايه? هتختار الاسم المدونة بتاعتك ايه? دلوقتي نيجي لتاني حاجة وهو المنصة. طب ايه المنصة دي? معروف جدا لما انت تيجي تعمل مدونة او انت مسلا تقول لحد ان عايز اعمل مدونة يقول لك عايز تعمل على بلوجر ولا تقول له? انا معرفش ايه الفرق ما بين الاتنين. انا شرحت ايه الفرق ما بين الاتنين والاختلاف ما بين الاتنين بشكل كويس جدا في فيديو قبل كده. هتلاقي عندك في البطاقة اللي فوقها وهتلاقي عندك في الوصف. انزل. تمام? شوفو. بس هتلاقي عندك في البطاقة اللي ظهر دي دلوقتي. شرحت ايه الفرق ما بين منصة وورد بريس وما بين بلوجر. بس باختصار شديد. بلوجر هي منصة مجانية تابعة جوجل تمام السيرفرات بتاعتها القوية فالموقع بتاعك مش هيقع او هيختارك باي شكل من الاشكال اللي لو انت اديت الايميل والباسورد بتاعك لحد الورد بريس او اكثر احترافية بس انت في البداية مدام انت ما تعرفش اي شيء فيفضل ان انت تتجه لبلوجر تمام الورد بريس ده ان شاء الله هتطرق ليه لفيديوهات قدام يبقى انت دلوقتي تتجه لبلوجر لانه هو اللي انت هتتعلم عليه وان انت هتمنى الترند بتاعك او البرند بتاعك عليه وعلى فكرة برضو مدونة على بلوجر ها عشان برضو ما حدش يقول ان انا على مدونة على بلوجر فانا ايه سبب اختياري لبلوجر سبب اختياري ان هو منصة مجانية ما بدفعش حاجة كل شهر تمام بجانب برضو ان انا عندي او الحماية الخاصة بالموقع على سيرفرات جوجل وبردو ما بقى لقش خالص من حكاية الاختراق يبقى انا دلوقتي اختار ان انا اعمل مدونة على بلوجر ممكن تقدر تكتب بلوجر بالانجليزي او بالعربي او احنا مثلا جينا كتبنا بلوجر بالعربي هيتلع لنا اا بالشكل ده تمام بلوجر او بلوجر او اي ان كان الاسم حتى بالانجليز تقدر تكتبه هيظهر عندنا بالشكل ده هنا عندي ان انا فتحت اللينك ده واللي هتكتب لكم برضو عنده او او هسيب لكم اللينك بتاعه في الوصف يبقى انا كده جيت على انشئ مدونتك تمام او جيت انا هنا عندي على بلوجر عشان انشئ المدونة هنا هدوس على انشاء مدونتك فهنا عندي بيقول لي ان انا لازم افتح حساب بقى على جوجل لازم افتح حساب على جوجل فروح جاي على انشاء حساب لنفسي او لإدارة النشاط تجاري هقول له لنفسي دي جديدة دي على فكرة تمام او نشاط تجاري تمام اقول له التالي بتروح جاي دايس على التالي بعد بنوص على التالي هيقول لي كذا 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 الشروط دي كلها اوافق وشكرا على كده انت دلوقتي عندك بريد الكتروني خاص بك طبعا في حاجة مهمة جدا مثلا كمثال ان انت عشان ما تنساش البريد الكتروني والباسورد تروح مثلا جاي هنا عامل ملف وورد وتحط مثلا هنا اللي هو مثلا ده ملف وورد اللي هو الدوكمينتز تقول مثلا هنا ده حساب كذا الخاص بيه كمثال يعني مثلا هنا لو انا جيت مثلا والباسورد طبعا هتكتبه تحتيه بقى على اساس ان انت تقدر تعرف الباسورد ده طبعا ايه بالزبط تماما انا مش هكتبه دلوقتي طبعا بس يعني زي ما انا قلت لك انت تكتب او تحط الايميل بتاعك في مكان على اساس ان انت بتنسهوش وتكتب الباسورد معاه في ملف وورد او ملف تيكست ايا كان بعد كده طبعا راح متاجهين بقى نختار هنا اسم المعروض او اللي هو مثلا تأكيد ملف الشخصي تشاهد ادناه الملف الشخصي الذي يظهر القارئ عند مشاركتك هنقول مثلا كمثال يا سيدي اسم عبداللاطيف اخبرنا اخليه الطيف ابي اي انكان متابعة الى بلوجر تمام يبقى انا دلوقتي اخترت الاسم بتاعي اللي هلاقيه هو عندي ايه اه اه الله من صلى الله عنه ساعة ما انا اي حد يبحث على بتاعي يظهر هنا هوا تمام طب جميل انا عندي بيقول لي انشاء مدونة بقى نيجي هنا وعلى انشاء مدونة واختار اسم المدونة بتاعتي انا عماما ما اخترتش باسم مدونة فهختار اسم مثلا ايا كان اخترت اسم النموذج اللي هو اسم المدونة والان زي ما قلت لك ان انت المفروض تختار اسم المدونة مش موجود اقعد افكر في اسم كويس عشان اساس ان انت تقدر تاخد الخطوة دي تمام فكر في اسم كويس بعد كده خد الخطوة دي اا شوف اسمي مش مقرر واسمي فريد هيقول لي مثلا هنا اختار العنوان او ال url هنا بقى لو انت حابب ان انت تشتري دومين خارجي عندك القدرة ان انت تقدر تشتري دومين خارجي تمام مثلا دومين دوت كوم او دومين دوت نت يفضل دوت كوم ماشي اشتري تمام وشرحت قبل كده ان انت ازاي تقدر تربط دومين جدادي ببلوجر وهتلاقي عندك البطاقة اللي ظهرت فوق دي برضو وهتلاقي عندك في لينك اللي في الوصف شرحت ان انت ازاي تقدر تربط دومين جدادي ببلوجر لو انت الله مصر على النبي ما عندكش القدرة ان انت تشتري دومين ممكن تقدر استخدم الدومين العادي اللي هو الخاص بلوجر مفيش اي مشكلة خالص على فكرة وهيبقى شغال وهتتصدر به كمان يعني دومين مجاني من بلوجر هتقدر تتصدر به وتنافس مع وقعة كبيرة جدا لو انتش اشتغلت صح في الدروس اللي ان شاء الله هنزلها قدام تمام يبقى احنا دلوقتي هنا نكتب اسم العنوان او الاسم اللي هو الدومين نكتب مثلا بي سي فور توداي يعني هو اسم مش منطقي اساسا بس للاسف ما عنديش اي شيء تاني جميل طيب هنا بقى اختار المظهر المظهر ده بقى احنا نغيره قدام تقدر تختار اي شيء او تقدر تشتغل به عادي فانا عن نفسي اختار ده جميل اروح جاي هنا على انشاء مدونة دايما حاول ان انت تخلي ان انت تربط اسم مدونتك بالدومين يعني معنى ادق حاول تخلي اسم المدونة بتاعتك كمثال الكمبيوتر اليوم انا خلته عندي بي سي فور توداي طب ده ليه لان ده ترجمة الحرفية للدومين عندك او ده ترجمة الحرفية ليه اسم المدونة عندك فده بيساعد معاك في السيو وان انت تقدر تظهر في محركة البحث باي كلمة متعلقة بالبي سي او توداي ساعد اما انت تبقى قدام شوية يعني ما ده انا شرحه قدام باذن الله تمام فانا اروح جاي دايس عندي على يعني طبعا لو انت حابب ان انت تشتري من جوجل دومينز اشطى يعني ان انت معاك القدرة ان ان انت تشتري دومين لو معاكش خلاص قوله لا شكرا واللي انا هعمله لا شكرا انا طبعا ظاهر لي حاجات كتير جدا بقى نكنسل الحاجات دي كلها مناش اي ثلاثين لازمة وادي دلوقتي احنا انشأنا المدونة دي المدونة بتاعتنا اللي هو الكمبيوتر اليوم او الكمبيوتر تدقيه ان شاء الله في الفيديو تجاي هشرح ان انت زي تقدر تضيف مدونتك دي على اا محركات البحث لو مسلا سكان جوجل او غير من محركات البحث التانية ونبتدي بقى ان احنا نشتغل في الاساسيات اللي بعد كده جميل ده كان نهاية الفيديو واسف ان اتقولت عليكم بس انت عارفين باشا الحاجة بالتفصيل فما تنسوش بقى انتم اشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وهكون سعيد جدا اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس وهتلاقي عندكم كافة الرابط اللي انا اتكلمت عنها دي ان شاء الله تحت في الوصف او في البطاقة اللي ظهرت فوق تمام ده كان نهاية الفيديو شكرا جدا ليكم والسلام عليكم شكرا جدا